رغم سجلها المخيف في قمع حقوق الإنسان لا تستسيغ السلطات الإيرانية تهامها به فبعدما قالت منظمة Human Rights Watch إن طهران تتعمد التستر على حجم حملتها القمعية ضد المتظاهرين وطالبت النظام بالكشف عن أعداد القتلى والاعتقالات على صلة بالاحتجاجات الأخيرة جاء الرد من رئيس دائرة الاستخبارات في الحرس الثوري حسين طائب الذي قال بلغة تهديدية إن الدول الغربية الداعمة للمظاهرات ستتلقى صفعة مؤلمة من الأجهزة الأمنية في البلاد ولا تشكل المظاهرات مصدر الخطر الوحيد الذي تخشاه إيران فالفضاء الافتراضي أرض أخرى تشن فيها حكومة طهران معركة ضد الحرية وقد حذر طائب مرة أخرى المتظاهرين وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي من التحشيد أو الدعوة لاحتجاجات عبر مواقع التواصل موحيا بأنهم تحت المراكبة لكن قدرة السلطات على قمع مواطنيها تلقت ضربة قوية بمقتل الجنرال قاسم سليماني إذ أشار موقع إيران واير المعارض إلى أن الرئيس السابق للحرس الثوري محمد علي جعفري نشر تغريدة في التاسع من فبراير الجاري أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذها سليماني لقمع الاحتجاجات الشعبية في طهران والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي ووفقا للجعفري فإن سليماني لعب دورا كبيرا في قمع الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت في عام 1999 وكذلك الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009 إذنه كان على رأس مجموعة ضباط يرتدون ملابس مدنية اقتحموا جامعة طهران وأصابوا العشرات من الطلاب في يولو 1999 كما كان على رأس المجموعة التي هاجمت الاحتجاجات السلمية التي تلت إعلان فوز محمود أحمد نجاد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2009 ما أسفر عن مقتل ثلاثين متظاهرا واعتقال الألاف كما أكد قائد الحرس الثوري السابق أن سليماني وصف الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر الماضي بالفتنة وأيد حملة قمعها بل وساعد في قيادتها